كانت القصة عندما كان طفلاً مساعدة تاجر في متجر نائي في دواحي مدينة ديربان وكان قريباً من هذا المتجر معهد لتدريب المنصرين فكان الشباب الذين يدرسون في هذا المعهد يأتون لشراء المواد الغدائية والبقالة من عنده ويتدربون فيه كما حكى هو وفي من معه في هذا المتجر الصغير فكانوا يغيضونه حتى حولوا حياته إلى عذاب وحتى فكر في أن يهرب وأن يترك العمل لو لا شدة الحاجة كما قال وقلة فرص الوجود عمل في مكان آخر كانوا يبدأون بالقول هل تعلمون أن محمد تزوج عدداً كبيراً من النساء هل تعلمون أن الإسلام انتشر بالسيف هل تعلمون أن محمداً سرق كتابه من التوراة والإنجيل وكان يقول يا رب إلى أين أذهب أنا مسلم ولكنني لا أعلم شيئاً من تفاصيل هذا الدين سوى الشهادتين دخل مرة مغموماً مهموماً إلى المتجر فوجد كومة من الصحف القديمة ووجد داخلها كتاباً قد أكلته الأرضة بحيث إنه سعل سعالاً شديداً عندما فتحه وكان متعفناً جداً وقديماً وعنوانه إظهار الحق للشيخ رحمة الهندي وقد وجد أن هذا الكتاب قد ألف ثلاث سنوات قبل ولادته سنة 1915 وأن الشيخ رحمة الله الهندي ألفه في الهند لصد جحافل المنصرين الذين جاء بهم استعمار البريطاني من أجل أن ينصروا المسلمين ويضمنوا كما في وطائقهم أن يحكموا الهند ألف عام إذا تخلصوا من المسلمين فقرأ هذا الكتاب الذي قلب حياته وبدأ هو من يتدرب في هؤلاء الشباب المتنصرين المغرورين وبدأ يجابههم بأسئلة من داخل الكتاب المقدس وبدأ يعقد معهم مواعيد لزيارتهم يوم الأحد وبدأ يفحمهم وهو ما زال طفل صغير وما زال مبتدئا في تعلم المناظرة وتعلم مقارنة الأديان وتعلم الفرق بين القرآن الكريم وبين التوراة والإنجيل وقد استطاع الشيخ أحمد ديدات بعد ذلك أن يؤسس مؤسسة إسلامية عملاقة هي المؤسسة الوحيدة في جنوب إفريقيا والتي ما زالت إلى اليوم نشيطة نشاطا عجيبا وهي مؤسسة السلام لتخرج الدعات وكان السر أنه ألقى محاضرة متطوعا فسمعه رجل فاضل من التجار اسمه الحاج قدوة ولعله فعلا اسم على مسمى فأسر إليه بأنه يملك 75 فدانا في ضاحية المدينة وأخذه إليها فرآها فقبل منه التبرع وجمع الأموال على قلة ذات اليد وشدة حاجة المسلمين بالخصوص في ذلك الوقت لأن أغلبهم كانوا أجراء ولم يكونوا كما هو الحال اليوم والحمد لله تجار فبنى هذا المعهد وهذا المعهد جعله لدعوة الأفارقة ولمنافحة النصارى عن دين الله نجح في هذه المؤسسة الإسلامية العريقة على مدى خمسين عاما في أن يخرج أفواجا متتابعة من رجال الدعوة ومن رجال الإسلام يعجبني في الشيخ أحمد دي داتا هذه القدرة الهائلة على المناظرة والتي وراءها المطالعة والكد والتأمل وإعمال العقل والدكاء والجدية في خدمة هذا الدين فهذا الدين لا يحتاج إلى مدافعين عاطفيين عنه ينافحون عنه بالدماغوجيا أو بالصراخ أو بالتعصب هذا الدين يريد أناس إذا ما تفرغوا لهذا العمل عمل الدعوة إلى الله والمنافحة عن دينه كانوا في الحقيقة علماء حلماء وكذلك كان الشيخ رحمه الله ورضي عنه